هون ازاي اقدر اسبت بحث من سجل البحث في الفيسبوك فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور يعني ايه ان انا اسبت بحث من سجل البحث يعني لو انا من الاشخاص اللي بحب الفيسبوك وبحب ابحث كتير وعاوزة اسبت يعني ملف شخصي مثلا بحثت عليه او صفحة عامة بحثت عليها وعاوزة اسبتها في سجل البحث عاوزة خليها تظهر في الاول مهما بحثت عن اي حاجة بتبقى هي ظهرة في الاول يعني التثبيت ازا بقى انا عامل تثبيت فده اللي هقولك عليه فياريت تعمل لايك اشترك في القناة وياريت لو عندك اي سؤال اوصف صار اكتب لي في التعليقات وما تنساش تصالوا عن نبي عليه افضل الصلاة والسلام في قسم التعليقات ويلا بين هروح مع بعض كده على الفيسبوك وطبعا هنروح على سجل البحث وطبعا قبل ما اقولك انا هعمل ايه عاوزة اقولك ان هسيب لي قيمة تشغيل في تعليق مسبت بتضغط عليها بتلاقي كل ما يخص الفيسبوك تكلمنا عنه ممكن انت تكون عاوز فيديو من ضمن الفيديوهات دي كل علي بقى بروح على البحث كده بالشكل ده بروح على البحث منها طبعا انا بحث عن حاجات كتير يعني بحث عن مثلا صفحات عامة بحث عن ملف شخصي فكل علي لو صفحة عامة بضغط على الثلاث نقاط اللي جنب الصفحة العامة وهنا تثبيت هذا البحث وهنا بقولك يمكنك تثبيت ثلاثة من عمليات البحث فقط في المرة الواحد يعني هضغط كده على تثبيت زي منش شايفين اقدر اسبت ثلاث حاجات يعني مثلا اقدر اسبت ثلاثة من عمليات البحث هضغط على الملف الشخصي ده واضغط على تثبيت هذا البحث تمام عندنا كمان ممكن أثبت كمان حاجة تثبيت هذا otomعة بقول عليك انك بتضغط على ثلاث نقاط وبتثبيت فحالة ان انا عاوزة احزف التسبيت بعمل ايه بضغط على الدبوس اللي بيظهر معك ده وبضغط على كلمة حسف يمكنك ازالة هذا العنصر من سجل البحث لديك وبضغط عليه طبعا اي حاجة بينشرها الملف الشخصي او الصفحة الشخصية دي بيبقى عندك موجود يعني بيقولك هو نشر ايه او كده او عدد المنشورات اللي نشرها فدي بتفيد ان انت كل شوية بتدخل للصفحة وبتعرف هل الملف الشخصي ده نزل منشورات او لا او الصفحة العامة دي نزلت منشورات او لا بس كده عندك اي سؤال اصطفصار كتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفكو على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته